ويعقد الإطار التنسيقي الأسبوع المقبل اجتماعاً مهماً مع رئيس مجلس الوزراء محمد الشعى السوداني لمناقشة التغييرات الجديدة على مستوى الوزراء والمحافظين والمديرين وقال القيادي في الإطار تركي العتبي إن رئيس مجلس الوزراء وضع رؤية شاملة لملف التغيير سواء لبعض الحقائب الوزارية أو المحافظين أو مديري بعض المؤسسات الحكومية وهو يعتمد على مبدأ تقييم فني عاد للإداء ونفى العتبي معرفة الأسماء التي ستكون في دائرة التغيير سواء في الحقائب الوزارية أو المحافظين وأن أي تغيير يقوم به السوداني سيكون ضمن أسباب موجبة وهو الذي يمتلك سلطة القرار